كل كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيه كلهم سجى ذلك قالوا من حسب كلامه من عمله في ناس يظنوا أن هذا الكلام لا يسجل عليه لا من حسب أن كلامه من عمله الذي يكتب عليه قل كلامه إلا فيما يعنيه الشيء اللي بيفيدك بس فقط لا تحكي إلا بالشيء اللي بيفيدك كثير من الناس يظن أن الكلام ما في عليه إشكال أخي أنا بحكي بحكي أد ما بديه ها راح كل شيء لا أَوَإِنَّا مُؤَخَذُونَ عَلَى مَا نَقُولُ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حفظ طول حديث شو قال لهم ثَكِيلَتْكَ أُمُّك فَقَدَتْكَ أُمُّك وهو دعاء على سبيل لفت الانتباه ثَكِيلَتْكَ أُمُّك وهل يكب الناس في نار جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني معناها أكثر ما يدخل الناس النار شو هو اللسان خطايا اللسان هذا الحديث الأول الحديث الثاني رواه الإمام الترمذي والحاكم عن أبي هريرة قال سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في هناك اليوم كنا نتكلم كمان في خطبة الجمعة عن وظائف الملائكة فمن وظائف الملائكة ما قاله صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يسيحوا عندهم سرعة في المشي ومهمتهم يُبلِّغوني عن أمتي السلام فكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الدنيا يوصل هذه الملائكة توصل صلاته وسلامه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون يا رسول الله فلان ابن فلان صلى عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه لذلك خليك دائما كل ما ذكر إمامك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدغني مباشرة أن ينتقل البث المباشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة أكثر شيء يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وهذه خلاصة الدين بصراحة يا شباب تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله أن تحسن فيما بينك وبين الله وحسن الخلق هو حسن صلتك مع من حولك من الناس الدين خلاصة إذا نعرف الدين هو حسن الصلة بالله وحسن الصلة بالناس صح فهذا تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة فسئل عن أكثر ما يدخل النار طيب شو اللي بدخل النار أكثر شيء فقال الأجوفان الأجوفان الفم والفرج الفم والفرج دول أكثر شيء فوتوا على الجنة لذلك لسانك بدك تضبطه لأنه أكثر ما يدخل النار هلأ الآن بعد هذه الدروس لازم تضبط لسانك ما تتكلم بكلمة إلا بعد أن تفكر بها هل يحبها الله هل أنال بها أجرا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه صح الكلام حرزين كان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه الكلمة إذا في عليها سواب بسم الله ما في عليها سواب لذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الصمت أو طويل الصمت والله يا زماعة في ناس يقول لك والله أخير في البيت شيطان لك لا يحكي كلمة لك يا أميك الله يهني الله يهني مرة أجتني واحدة من الأخوات يعني عم تحكي على التاليفون يا أستاذ مشان الله لك بس يحكي جوزهم يحكي بالبيت لا يحكي ابنوت التل بقلبي الله يهني الله يهني يعني إلا طبعا لابد أنه الإنسان يجامل أهل بيته يحاكي يوم باللطوف وكما كان صلى الله عليه وسلم كان أفكه الناس مع نسائه صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهم السرور يلاطفهم يكلمهم الكلام الحسن لكن إذا الواحد يريد يتكلمك يريد يضبط لسانه يريد يضبط لسانه لا يتكلم الكلمة إذا بدك تدخل فيها السرور على أهل بيتك لك فيها أجر فيها أجر إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذت أربعين حسنين إذا فتت وأنت عبتت بسام على البيت تبسمت في وجه أهلك في لك أجر كبير كان صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا إذا دخل بيته هكذا وصفت سيدي عائشة فأكثر ما يدخل النار الأجوفان الفم والفرج هذا الحديث الثاني والحديث الثالث روى الإمام البخاري عن سيدنا سهل بن سعد قال رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه من يضمن لي ما بين لحييه لحييه يعني فكيه اللي هو اللسان من يضمن لي شو يعني يضمن لي يعني يكون هذا اللسان وفق منهاج الله وما يحب الله ورسوله من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ضماني تضمنها الموضعين الفم والفرج من ضمن لي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة الحديث الرابع عن سيدنا عقب بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت من نجات ما يريدون أنجو من يوم القيامة من عذابه من عذاب النار من نجات شوفوا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث شغلات إذا ما نطبقهم والله ننجو بإذن الله في الآخرة قال أمسك عليك لسانك تساوي عليه ما تحكي إلا الشيء الذي الله يحبه أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك لا تطلع من البيت إلا لضرورة وليسعك لأنه بدك تطلع من البيت بك تخالط الناس ما عابب يحكي أنه الواحد ما يشتغل ولا يطلع روح بس حاول وقت ما بيكون في عندك ضرورة لعمل أو لغيره عود ببيتك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ساوي الذنب استغفر الله سبحانه وتعالى حفظته قال من نجات يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك دائما تذكر ذنوبك وتذكر عقاب الله عليها واستغفر وابكي إن استطعت على كل ذنب فعلته لأن هذه الدموع تمحوا تمحوا ما اقترف الإنسان إن الله ليطفئ بالدمعة الواحدة بحورا من نار جهنم أمسك عليك لسانك خطر اللسان خطر يا شباب إذا أنت فلدته خطر يدخلك المهالك يريدك المهالك في الدنيا والآخرة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك الحديث الأخير روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يعني اللي الله بيرضى عنها وبيحبها لا يلقي لها بالان ما عبي فكر فيها يعني إنه في لا وزن فيه يرفعه الله بها درجات في الجنة كلمة واحدة يعني هلأ مثلا أبوك توفي رحمه الله قلت ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيره قال العبد يكون في الجنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيرفعه الله بها درجة فيقول أي ربي بما هذا فيقول الله عز وجل إن ولدك في الدنيا قد استغفر لك كلمة ربي اغفر لي والده ربي اغفر لي ولوالدي كلمات بسيطة لا تكلفك شيئا لا تلقي لها بالان إذا أبوك عم بارتفع بها في الجنة أنت شوفت يسير فيك حترتفع أكثر إن شاء الله لذلك إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالان يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله شيء الله ما بيحبه لا يلقي لها بالان يهوي بها في جهنم في مرة من المرات نصاحت أخ قلت له سجل المكالمات اللي عم تحكي فيها وعود راقب تحكي مع فلان وفلان 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 ليس لتجسس لا فقط لتعرف ما تحكي وبعد جمعة دعنا نتواصل قال لي والله يا أستاذ بعد جمعة قال لي نص الكلام ما نطعمه ونصه الثاني والله في إثم لأنه حيض ضمن غيبة وكذب وأحيانا كلام فاحش يعني فوق مننا عبد فعليه شو وصاري لذلك إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سقط الله الله ما بيحبها يهوي بها في جهنم سبعين خريفا اليوم بخطبة الجمعة مرأ معنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر فجاء رجل فسب أبي أبا بكر سبه شتمه فيبدو أبو بكر احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام سكت ما رد قال فسبه فلم يرد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعجب ويتبس أبو بكر عبد ينسب يا هيك وهيك النبي عليه الصلاة والسلام ساكت وشو عم يتبس قال ثم سبه أخرى فما رد أبو بكر والنبي ساكت يبتسم قال فلما كرر عليه الشتيمة رد أبو بكر ما حاجة أول مرة سبتني ثاني مرة وبعدين اتعلى هون فلما رد عليه الشتيمة والسب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس لحقه أبو بكر يا رسول الله لما سبني أول مرة وتاني مرة وتالت مرة أنا ساكت وانت عبتت بس لما أنا دافعت عن حالي ورديت عليه الشتيمة بشتيمة أخرى انزعجت يا رسول الله قال يا أبا بكر حينما سبك في المرة الأولى وأنت ساكت قيض الله لك ملكا يدافع عنك انجز الملك عم يدافع عنك المرة الأولى والثاني أنت ساكت الملك عم يدافع عنك قال فلما رددت عليه الشتيمة والسباب ذهب الملك وحضر الشيطان ولا ينبغي لنبي أن يحضر في مجلس فيه شيطان معناتها كلمة شو ساويت جابت الشيطان أما سكوته حضرت الملائكة تدافع عنه ذلك ورد في الحديث المتسابان شيطانان يعني هذا معه شيطان وهذا معه شو شيطان لا أرى أتنين يتساب بعضهم أو يشتموا بعضهم إلا أن أتنين معهم شيطان مؤثر عليهم لذلك أخواننا هذه الحديث تشير إلى خطر اللسان تشير إلى خطر اللسان بعد أن سمعت هذه التهديدات من النبي صلى الله عليه وسلم شو الحل الحل بدك تدير بالك من هذه الآفات التي هي آفات اللسان وأمراضه لأنه لا سمح الله هذه إذا استمرت عليها تريد كلمة هالك طيب شو الحل الحل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شو طويل الصمت يعني شو يعني كان ما يتحدث إلا الشيء الذي فيه ضرورة وكان نبي عليه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا ما فيه أجر في أجر حكا ما في أجر طويل الصمت كثير الذكر قليل الضحك صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما تضحك كان جل ضحكه شو الابتسام صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم لكن كان قليل الضحك القهقها يعني أو الذي يعني تبدو فيه النواجد فالحل هو يا شباب شو الحل الأفضل شو الحل يا أبو محمود الصمت الصمت لذلك ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وأحمد من صمت نجا صلى الله عليه وسلم أعطاك ثلاث كلمات فيهم سعادة ونجاة من صمت نجا ته ما بدك النجاة إيه والله يعني ما نحكي ابنه لا أحكي الشيء النافع ما ينفع في دنياك أو في آخرتك الشيء النافع في دنياك أو في آخرتك أما الكلام الذي لا فائدة منه لا في الدنيا ولا في الآخرة فالسكوت عنه أو لا من صمت نجا وقال رسول الله قال رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه من سره أن يسلم يصل إلى السلامة من سره أن يسلم فليلتزم الصمت سكوت ولذلك كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت والصمت يا شمام يعني سماه النبي عليه الصلاة والسلام أيسر العبادات هناك عبادات قيام الليل في الساعة 3 ساعة 2 ونص لكي تصلي وتستغفر وتقرأ قرآن وتدعو الله صعبة الصوم عبادة صعبة صح الكلام؟ في أيام الصيف أي خدمة الخلق فيها صعوبة لكن قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن وأثقلها في الميزان عبادة يسيرة وثقيلة في الميزان وخفيفة على البدن شو هي؟ قال أصمت ما تأصمت عبادة صوصاً إذا أنت عبت تسكت عما حرم الله لأجل الله فأنت تتعبد الله بهذا أصمت وحسن الخلق هذول التنتين يعني أتعاملك اللطيف مع الناس كلامك اللطيف أصمت وحسن الخلق ألا أخبركم بأيسر العبادة عبادة يسيرة ولكن أجرها عظيم وأهونها على البدن وأثقلها في الميزان الصمت وحسن الخلق وكل ياتنا نحفظ هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مين حافظه؟ يا عين يا عين لكل مشكلة يا أبو حافظين نصه محفوظ نروح نطبئ هل أبن نطلع من هنا هلأ نخفف قدر المستطاع مو نخفف يعني نصمت عما يغضب الله كل شيء كلمة تغضب الله ولا ترضي الله هذا من شكر اللسان نعمة اللسان ما نتكلم إلا فيما يقربنا إلى الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شوف هي علامة الإيمان أنت مؤمن؟ نعم شو علامة الإيمان؟ فليقوى الخيراً أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه شو الفضل من اللسان؟ الفضل هو الزيادة يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو يعني الزيادة الفضل ما زاد عن حاجتك الضرورية فطوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله عادي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام الله يهني لهذا الإنسان ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من لسانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونختم بهذا قال عن سيدنا أنس رضي الله عنه استشهد منا غلام يوم أحد يوم أحد كم قتل من الصحابة يوم أحد سبعون من خيرة الصحابة وعلى رأسهم أسد الله ورسوله سيدنا حمزة سيد الشهداء وعبد الله بن جحش عليه رضوان الله وسبعون من الصحابة قال منهم بينهم شاب استشهد منا غلام يوم أحد فأتت أمه إلى أرض المعركة فوجدته مضرجاً بدمائه فرفعت رأسه ومسحت التربة عن وجهه عبتم مسح التربة عن وجهه ما مش تشهد وقالت هنيئاً لك الجنة يا ولدي قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلت الله يهنيك شو ألها النبي عليه الصلاة والسلام قال وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ يا لطيف شو أعرفك أنت متأكدين لعلّه كان يتكلم فيما لا يعنيه يا لطيف الكلام الذي لا تدعو له ضرورة في الدنيا أو في الدين لعلّه كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره شغلة لا يضره يمنعها يا أخوانا بدنا ننتبه شهيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتل قالت أنه ممكن ممكن ما يفوت على الجنة لأنه لعلّه كان يحكي الكلام ما له طعمه طيب وقيل لسيدنا عيسى رضي الله أو عليه السلام دلنا على عمل يدخلنا الجنة فماذا قال له يا روح الله دلنا على عمل يدخلنا الجنة قال لا تنطقوا أبدا منحكي بنوب قال لا تنطقوا أبدا قالوا لا نستطيع يا روح الله قال إذن لا تنطقوا إلا بخير تحسين إلسانك ما تنطق فيه إلا خير هذا الهدف من هذا الدرس والدروس التي ستلي لكي نحن نصلط الضوء على الأشياء التي ربما كلمة منها تدخلك سبعين سنة في نار جهنم وأنت ساقق ننتبه العبد اللي يتكلم بكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا والله ستشوفه إن شاء الله بكرة مع ذكر الآفات اللسان أنه نحن تقريبا تقريبا تلتة أرباع حكينا لازم ما يكون تلتة أرباع وهذا ما قال عليه العلماء يعني أنت شوف حكيك أسمه بيطلع معك الربع فقط هو الكلام النافع وتلتة أرباع اللي هو لازم كنا نسكت عنه وهذا الكلام سوف نحاسب عنه بين يدي الله يوم القيامة مثل ما بيجيبوا لك أعمالك صلاتك وذكرك ولا سمح الله معصيتك العملية كمان يأتون بالمعاصي القولية وستحاسب عنها اشتركوا في القناة